السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو ان شاء الله رحين نكمل ونحلو تمارين ونشرحو صفحة 99 لسنة الرابعة متوسط وهي هنا رحين نشوفو الجزء الثاني من الرسالة اللي خلتها الام لابنتها ولكن هنا عدنا تاسك 16 رحين نخدموه مع بعض ثم ننتقلو الى قراءة الجزء الثاني من الرسالة إذن نبدأ على بركة الله بسم الله I work with my partner رح تخدم انت وصديقك I ask for his or her opinion about the content of the letter whether he or she agrees or disagrees with the mother's advice to her daughter رحين تخدم انت وزميلك رح تسقصيه ولا تسقصيها على رايه ولا رايها في محتوى الرسالة اللي خلتها الام لابنتها رايح يوافق ولا لا يوافق الام في نصيحتها اللي خلتها البنتها and whether anyone his or her family friends or teachers has ever given him or her the same kind of advice if yes who when I can start my questions like this ورايح تسقصي زميلك الى واحد من العائلة انتاعوا ولا أصدقاء ولا الأساتذة انتاعوا مدوا له نصيحة مثل نصيحة اللي خلتها الام لبنتها ولا نصيحة أخرى تقولوا لنا الى كانت نصيحة وشنهية وشقلك وشكول لي نصحك هذ النصيحة الاسئلة انتعنا رح نبدوها بهذا الطريقة هي اسئلة مختلفة كل واحد يطرح السؤال بالطريقة اللي يحب do you think or believe that do you agree with وتكمل what's your opinion on or about has any of your parents teachers or friends ever وتكمل خلوا لك ولمدوا لك نصيحة الاسئلة هنا رح نبدو فيها مباشرة نحلوا التمرين باش نفهموا الطريقة والموضوع لو شراه يتحدث اذا شوفوا معي الآن الاسئلة مع الاجوبة السؤال الأول do you think that the mother's advice to her daughter is a good one هل تظن أن النصيحة لمدتها الأم لابنتها هي نصيحة جيدة yes for me the mother is absolutely right بالنسبة لي الأم هي محقة تماما do you think that life is hard هل تظن أن الحياة صعبة yes it is هنا الأسئلة قلت لكم تبدو بهذه الطريقة وتنوعوا في الأسئلة أنت وزميلك السؤال الثالث do you agree with the mother when she said look at life as a serious matter هل تتفق مع الأم عندما قالت انظري إلى الحياة بطريقة جدية yes I agree with her because life is so difficult نعم أتفق معها لأن الحياة صعبة what is your opinion about helping and listening to the others ما هو رأيك حول مساعدة والاستماع إلى الآخرين in our society and in life في مجتمعنا وفي الحياة we should help each other and take about and take care about ourselves and about the others في مجتمعنا وفي الحياة ليجب علينا مساعدة الآخرين والاعتناء بأنفسنا وبالآخرين has any of your parents ever gave you an advice yes mother told me never to give up or to be afraid of making your dreams come true always follow your aims إذن أمي وحد النهار قتلي جامي تخافي من صناعة الأحلام تاك وتحقيقها دائما اتبع أهدافك ثم عدنا التبرين السابع وسبعتاش عفوا رايح تتبادل أنت وزميلك الأجوبة والأسئلة now I listen to the mother reading part two of the letter and copy out the three imperative verbs that I hear right at the beginning of this part راحين نستمعوا إلى الجزء الثاني من الرسالة تعال الأم رايح تكون الجزء الثاني يبدأ بثلاثة أفعال رايحين تكتبوا هذه الثلاثة أفعال إذن شوفوا معايا نقرأوا النص المسموع إذن and fight and die for it just don't go on a road which is wrong and dishonest قلت لها خمي انتقدي وفكري وانتقدي نفسك وما تكونيش خجولة من قول الحقيقة وما تكونيش خجولة من تحقيق هدفك حتى ولو كنت proclaim ذو كنت شرحوها obstinate ذو كنت شرحوها وتشوفوا معايا قبل الشروحات ومباد نكملوا الشرح أنت النص إذن عدنا criticize معنتها انتقد أو النقد قلت لها انتقدي ومدي رأيكم تكونيش شخص خجول كيتشوفي الحقيقة ماهيش حقيقة مدي الصح حتى ولو كنتي خاطئة واعلنيه للناس ولا تكوني شخص عنيد في الحياة وقلت لها أيضا قاومي أو موتي من أجل الحقيقة اللي كتكون عندك حقيقة وحب تقولها ما تخافش قول حقيقة حتى لو كانت مرة ورايح تقاوم من أجلها and die for it وتموت من أجلها قلت لها just don't go on a road which is wrong and dishonest قلت لها ما تروحيش في الطريق اللي يكون خاطئ وغير سادق إذن هذا الجزء الثاني هو الجزء الثاني اللي نصحت فيه الأم بنتها جانا اللي سبق وشفنا الموضوع أو الجزء الأول وهي نصيحة قبل ما تموت الأم انتحى بيوم واحد إذن الثلاثة أفعال اللي بدأت بهم الأم النص انتحى هي examine think and criticize examine اختبري think فكري criticize انتقدي هذه هذو 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 هما الثلاثة أفعال اللي بدأت بهم الأم الوصية أو الجزء الثاني من الرسالة انتحة لابنتها نشوفوا التمرين الموالي 19 what does the mother mean by each of these imperative verbs الأفعال اللي قلناهم examine think and criticize قل لك وش تقصد بهم الأم عدنا A B and C هنا ربطنا كل فعل بالجملة اللي مدتنا الشرح انت بالاعتماد على قاموس أكسفورد و كامبرج إذن to use the mind on brave to solve a problem and understand a situation لتستعمل العقل أو الدماغ من أجل حل مشكلة أو فهم وضعية إذن هنا to think تفكر عدنا B to give an opinion or judgment to say what is bad or wrong about someone or something تمد رأيك ولا تمد الحكم تاك باش تقول هذك الشخص راهو صحيح ولا غالط هنا عدنا criticize تنتقد to look at or consider a person or think carefully and in detail in order to discover something about them هنا باش تشوف في شخص بالعقل وتكتشف في تفاصيل حوله هنا عدنا to examine لاختبار شخص ما إذن عدنا to think الجملة الأولى to criticize B و examine هي C عدنا task 20 I listen again to the mother reading part 2 of the letter and fill in each gap with one word only عدنا سبع فراغات راحين عمرهم من خلال الاستماع اللي استمعناه للأم yes mainly criticize yourself and don't be ashamed to admit a truth you have come to release even if you proclaimed the opposite number 3 here the opposite a little while ago don't become abstinent about your opinions but when you come to consider something right than be so definite that you can fight and die for it إذن تكملة الفراغات حطيتها لكم بالأرقام لأنه ما قدرت نكتب في الفراغ مباشرة في الفقرة إذن عدنا yourself number 1 admit number 2 opposite number 3 abstinent number 4 write number 5 fight number 6 و die number 7 التمرين الموالي راحين تعودوا تستمعوا وتصحوا الأخطاء انتحكم التمرين number 22 I match each of the underlined sentences in task 20 اللي كنا نقرأوا فيه ذلك ونعمروا له في الفراغات عدنا جمل راهي مسطرين تحتها الجملة الأولى تبدأ من when you come حتى for it والجملة الثانية don't be ashamed and ago هنا رايحين نربطوا كل واحدة بالشرح انتحها عدنا الجملتين اللي هي A وB الشرح الجملتين اللي رهم موجودين في تكملة الفراغات عدنا مع الشرح انت A وB إذن هذه الجملة تتمشى مع الجملة اللي رهي مسطرة من when you come حتى for it if you say that something is right and then you find out a few minutes later that it is wrong you should admit your mistake and tell people that you were wrong even if you are embarrassed to do it to do so إذن هذه الجملة تمشي مع الجملة اللي رهي مسطرة تبدأ don't be ashamed حتى ago إذن شرحنا الجملة بجملة عدنا جملتين في تكملة الفراغة رهي متسطرين شرحناهم مع هذه الجملتين كل واحدة مع من تتمشى إذن هذا هو الشرح وحلول تمارين صفحة 99 أتمنى إن شاء الله هذا الفيديو أتفيدكم وتستفادوا نتلاقوا في مواضيع أخرى إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه بقوا على خير